بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس التاسع من دروس تفسير سورة هود عليه السلام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثالثة والأربعين وما بعدها إلى الآية السابعة والأربعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه إلى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء وهذا يدل على أن الابن كان متماديا في الكفر مصرا عليه مكذبا لأبيه فيما أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وفيه سؤال وهو أن الذي رحمه الله معصوم فكيف يحصن استثناء المعصوم من العاصم وهو قوله لا عاصم اليوم من أمر الله وذكروا في الجواب طرقا كثيرة الوجه الأول أنه تعالى قال قبل هذه الآية وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من آفة الغرق إذا عرفت هذا فنقول إن ابن نوح عليه السلام لما قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام أخطأت لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم والمعنى إلا ذلك الذي ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية لا عاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره لا فرار من الله إلا إلى الله عز وجل وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه وأعوذ بك منك ونظير قوله تعالى ففروا إلى الله وهذا تأويل في غاية الحسن الوجه الثاني في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء الوجه الثاني في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه والتقدير لا عاصم اليوم لأحد من أمر الله إلا من رحم وهو كقولك لا تضرب اليوم إلا زيدا فإن تقديره لا تضرب أحدا إلا زيدا إلا أنه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا هاهنا الوجه الثالث في التأويل أن قوله لا عاصمة أي لا ذا عصمة كما قالوا رامح ولاب ومعناه ذو رمح وذو لبن وقال تعالى خلق من ماء دافق وقال فهو في عيشة راضية ومعناه ما ذكرنا فكذا هاهنا وعلى هذا التقدير العاصم هو ذو العصمة فيدخل فيه المعصوم وحينئذ يصح استثناء قوله إلا من رحم منه الوجه الرابع قوله لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم عنا نوح عليه السلام بقوله إلا من رحم عنا نفسه لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته والمراد لا عاصمة لك إلا الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله كما أضيف الإحياء إلى عيسى عليه السلام في قوله وأحيي الموتى لأجل أن الإحياء حصل بدعائه الوجه الخامس أن قوله إلا من رحم استثناء منقطع والمعنى لكن من رحم الله معصوم ونظيره قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وأقول على الوجه الأول يكون المراد بمن رحم هو البارئ عز وجل كأنه قيل لا عاصم اليوم إلا الراحم وعلى الوجه الثالث يكون عاصم بمعنى النسب أي ذا عصمة نحو لابن وتامر وذو العصمة ينطلق على العاصم وعلى المعصوم والمراد به هنا المعصوم والاستثناء على هذين الوجهين استثناء متصل وعلى الوجه الخامس عاصم على حقيقته ومن رحم هو المعصوم والتقدير لا عاصم اليوم البتة من أمر الله لكن من رحمه الله فهو معصوم وهو على هذا التقدير استثناء منقطع هذه الأوجه الثلاثة ذكرها السمين الحلبي في الدر المصوم وذكر وجها رابعة وهو أن عاصما بمعنى معصوم وفاعل قد يجيء بمعنى مفعول كقوله تعالى مما إن دافق أي مدفوق ومن مراد بها المعصوم والتقدير لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فإنه يعصم والاستثناء على هذا الوجه استثناء متصل ثم إنه تعالى بيّن بقوله وحال بينهما الموج أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوف عليه السلام فكان من المغرقين ثم قال تعالى اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان فكان التقدير أنه لما انتهى أمر الطوفان قيل كذا وكذا يا أرض بلعي ماءك يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع الطعام ابتلاعا إذا لم ينضغه وقال أهل اللغة الفصيح بلع بكسر اللام يبلع بفتحها ويا سماء أقلعي يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه وأقلعت السماء بعدما مطرت إذا أمسكت وغيض الماء يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضا إذا نقص وغضته أنا وهذا من باب فعل الشيء وفعلته أنا يعني يأتي لازما ومتعديا ومثله جبر العظم هنا لازم وجبرته أنا الفعل هنا متعد وفغر الفم وفغرته ودلع اللسان ودلعته ونقص الشيء ونقصته فقوله وغيض الماء أي نقص وما بقي منه شيء وأقول يدل على أن معما غاض نقص مجيئه في مقابلة الزيادة في قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد واعلم أن هذه الآية مجتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى وعلو كبريائه فأولها قوله وقيل وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو والعظمة بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن ذلك القائل هو الله عز وجل وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو سبحانه وثانيها قوله يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي فإن الحس يدل على عظمة هذه الأجسام وشدتها وقوتها فإذا شعر العقل بوجود موجود قاهر لهذه الأجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد صار ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على كمال جلال الله تعالى وعلو قهره وكمال قدرته ومشيئته وثالثها أن السماء والأرض من الجمادات فقوله يا أرض ويا سماء مشعر بحسب الظاهر على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك فلا أن يكون أمره نافذا على العقلاء كان أو لا وليس مراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات فإن ذلك باطل بل المراد أن توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته وجلاله تقريرا كاملا قلت نظير هذه الآية قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فإن دلت هذه الآية على أنه تعالى يأمر الجمادات وأن أمره نافذ فيها فلا مانع أن تكون الآية التي نحن بصددها دالة على ذلك وأما قوله وقضي الأمر فالمراد أن الذي قضى به وقدره في الأزل قضاه جزما حتما وقد وقع وفي ذلك تنبيه على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حكمه في أرضه وسمائه فإن قيل كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار قلنا الجواب عنه من وجهين الأول أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم الجواب من وجهين الأول أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه إلى الأربعين ولقائل أن يقول لو كان الأمر على ما ذكرتم لكان ذلك آية عجيبة قاهرة ويبعد مع ظهورها استمرارهم على الكفر لقائل أن يقول لو كان الأمر على ما ذكرتم لكان ذلك آية عجيبة قاهرة ويبعد مع ظهورها استمرارهم على الكفر وأيضا فهب أنكم ذكرتم ما ذكرتم فما قولكم في إهلاك الطير والوحش مع أنه لا تكليف عليها البتة والجواب الثاني وهو الحق أنه لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات وذلك يجري مجرى إذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وفي استعمالها في الأعمال الشاقة الشديدة وأما قوله تعالى واستوت على الجودي فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة يقال له الجودي وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا فكان استواء السفينة عليه دليلا على انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشورا وأما قوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين ففيه وجهان الأول أنه من كلام الله تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعم والطرم والثاني أن يكون ذلك من كلام نوح عليه السلام وأصحابه لأن الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة فإذا هلقوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام الغالب ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة أنه إذا هلقوا ونجا منهم يقول مثل هذا الكلام ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر اليق ثم قال تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين يقول الإمام فيه مسألتان المسألة الأولى اعلم أن قوله رب إن ابني من أهلي قد ذكرنا الخلافة في أنه هل كان ابنا له أم لا فلا نعيده قوله اعلم أن قوله رب إن ابني من أهلي قد ذكرنا الخلافة في أنه هل كان ابنا له أم لا فلا نعيده ثم إنه تعالى ذكر أنه قال يا نوح إنه ليس من أهلك واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه كان ابنا له وجب حمل قوله إنه ليس من أهلك على أحد وجهين أحدهما أن يكون المراد إنه ليس من أهل دينك والثاني المراد إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك والقولان متقاربان المسألة الثانية هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم إذن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فإن في هذه الصورة في حالة نوح عليه السلام وابنه كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله إنه ليس من أهلك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ثم قال تعالى إنه عمل غير صالح قرأ الكسائي إنه عمل على صيغة الفعل الماضي وغير بالنصب والمعنى إن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب وكلمة غير نصب لأنها نعت لمصدر محدوف كلمة غير هنا على قراءة الكسائي إنه عمل غير صالح انتصبت كلمة غير على أنها صفة لمصدر محدوف وقرأ الباقون عمل بالرفع والتنوين وفيه وجهان الأول أن الضمير في قوله إنه عائد إلى السؤال يعني أن هذا السؤال وهو قوله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق عمل غير صالح لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحكم والجزم بأنه عز وجل لا ينجي أحد منهم لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق الحكم والجزم بأنه عز وجل لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل الثاني أن يكون هذا الضمير عائدا إلى الابن وعلى هذا التقدير ففي وصفه بكونه عملا غير صالح وجوه الأول أن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له إنه علم وكرم وجود فكذا هاهنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل الثاني أن يكون المراد إنه ذو عمل باطل فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه الثالث قال بعضهم معنى قوله إنه عمل غير صالح أي إنه ولد زنا وهذا القول باطل قطعا ثم إنه تعالى قال لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وفيه مسألتان المسألة الأولى احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام من وجود الوجه الأول أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي محكمة وهذا يقتضي عود الضمير في قوله إنه عمل غير صالح إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال فالقول بأنه عائد إلى ابن نوح لا يتم إلا بإضمار وهو خلاف الظاهر ولا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورتها هنا لأن إذا حكمنا بعود الضمير إلى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الإضمار فثبت أن هذا الضمير عائد إلى هذا السؤال فكان التقدير إن هذا السؤال عمل غير صالح أي قولك إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبا ومعصيا الوجه الثاني أن قوله فلا تسألني نهي له عن السؤال والمذكور السابق هو قوله إن ابني من أهلي فدل هذا على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا ومعصيا الوجه الثالث أن قوله فلا تسألني ما ليس لك به علم يدل على أن ذلك السؤال كان قد صدر لا عن العلم والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الوجه الرابع أن قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين يدل على أن ذلك السؤال كان محض الجهل وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر وأيضا جعل الجهل كناية عن الذنب مشهور في القرآن قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الوجه الخامس أن نوحا عليه السلام اعترف بإقدامه على الذنب والمعصية في هذا المقام فإنه قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنبا الوجه السادس في التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على أن نوحا عليه السلام نادى ربه لطلب تخليص ولده من الغرب والآية المتقدمة وهي قوله ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة فنقول إما أن يقال إن طلب هذا المعنى من الله تعالى كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس والأول باطل لأن بتقدير أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله تعالى أنه عز وجل لا يخلص ذلك الابن من الغرق وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب وبعد هذا كيف قال له يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين وأما إن قلنا إن هذا الطلب من الابن كان متقدما فكان نوح قد سمع من الابن قوله سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء وظهر بذلك كفره فكيف طلب من الله تعالى تخليصه وأيضا أنه تعالى أخبر أن نوحا لما طلب ذلك من ابنه وامتنع صار ابنه من المغرقين فكيف يطلب من الله تعالى تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين فهذه الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن المعاصي وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل وحسنات الأبرار سيئات المقربين فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار ولا يدل على سابقة الذنب كما قال عز وجل في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ومعلوم أن مجيء نصر الله تعالى والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا ليست بذنب يوجب لاستغفار وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وليس جميعهم مذنبين فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الأفضل المسألة الثانية قرأ نافع برواية ورش وإسماعيل تسألني بتشديد النون وإثبات الياء وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون تسألني بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء وقرأ أبو عمر فلا تسألني بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات الياء فعلى الأصل وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين والمعنى أنه تعالى لما قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم فقال عند ذلك قبلت يا رب هذا التكليف ولا أعود إليه إلا أني لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك فلهذا بدأ أولا بقوله إني أعوذ بك واعلم أن قوله إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إخبار عما في المستقبل أي لا أعود إلى هذا العمل ثم اشتغل بالاعتذار عما مضى فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وحقيقة التوبة تقتضي أمرين أحدهما في المستقبل وهو العزم على الترك وإليه الإشارة بقوله إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والثاني في الماضي وهو الندم على ما مضى وإليه الإشارة بقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام فنقول إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره ومؤمن يعلم إيمانه وجمع من المنافقين وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة وحكم الكافرين هو الغرق وكان ذلك معلومة وأما أهل النفاق فبقي حكمهم مخفية وكان ابن نوح عليه السلام منهم وكان يجوز فيه كونه مؤمنة وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمل نوح عليه السلام على حمل أعماله وأفعاله لا على كونه كافرا بل على الوجوه الصحيحة فلما رآه بمعزن عن القوم طلب منه أن يدخل السفينة فقال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء وذلك لا يدل على كفره لجواز أن يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق وقول نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا يدل إلا على أنه عليه السلام كان يقرر عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الإيمان والعمل الصالح وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي في قلبه ظن أن ذلك لابن مؤمن فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق فطلب من الله تعالى يقول فعند هذه الحالة كان قد بقي في قلب نوح عليه السلام ظن أن ذلك لابن مؤمن فطلب من الله تعالى تخليصه بطريق من الطرق إما بأن يمكنه من الدخول في السفينة وإما بأن يحفظه على قلة الجبل فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه فالزلة الصادرة عن نوح عليه السلام هو أنه لم يستقص في تعرف ما يدل على نفاق ابنه وكفره بل اجتهد في ذلك وكان يظن أنه مؤمن مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد لأن ابنه كان كافرا فلم يصدر عن نوح عليه السلام إلا الخطأ في هذا الاجتهاد فلم يصدر عن نوح عليه السلام إلا الخطأ في هذا الاجتهاد كما قررنا ذلك في أن آدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا أنه أخطأ في هذا الاجتهاد فثبت بما ذكرنا أن الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنما هو من باب الخطأ في الاجتهاد والله أعلم وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية السابعة والأربعين ونقف عند الآية الثامنة والأربعين وهي قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين